صباح لحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر لكن قبل ما نبدأ أولى فقراتنا خلونا نطمئن على أحوال التقس وأيضا أسعار الدهب والعملات من خلال زميلتنا ليندا عبداللطيف ليندا صباح الخير صباح الخير أحمد صباح الخير جوانا صباح الخير يا ليندا الحقيقة أحمد الجو النهاردة حر الصبح بالليل هيكون لطيف هيزيد عن مبارح بس درجة في القاهرة وفي بعض المحافظات كمان بس أقصى حاجة هتعلن نهاردة هي درجة يعني قولنا التفاصيل صباح الخير عليكم مشاهدينا دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية والبداية كالعادة هتكون مع الدولار الأمريكي وسعر البيع والشراء سعر البيع سجل 18.62 أما الشراء فسجل 18.54 اليورو البيع سجل 19.92 أما الشراء فسجل 19.82 الجنيه السليني البيع سجل 23.40 أما الشراء فسجل 23.29 الفرانك السويسري البيع سجل 19.38 أما الشراء فسجل 19.28 هنروح لليوان الصيني البيع سجل 2.76 أما الشراء فسجل 2.75 الريال السعودي البيع سجل 4.96 أما الشراء فسجل 4.94 الدينار الكويتي البيع سجل 60.91 أما الشراء فسجل 60.62 والدرهم الإماراتي البيع سجل 5 جنيه و7 أوروش أما الشراء فسجل 5 جنيه و4 أوروش وبالنسبة لمتوسط أسعار الدهب فعيار 18 سجل 901 جنيه لجرام أما عيار 21 فسجل 10.51 جنيه لجرام وعيار 24 سجل 1201 جنيه لجرام وأخيرا الجنيه الدهب سجل 8.408 جنيه دعونا دلوقتي مشاهدين نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة فيه ارتفاع فيه درجات الحرارة والجو هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري وماء للحرارة على السواحل الشمالية وفيه النهاردة نشاط الرياح على أغلب الأنحاء وشبورة مائية الصبح على طرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35 وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 40 وأقل درجة حرارة في مرسى مطروح 27 هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية